ايه يفيد التعليم في وطن ضايع؟ اهدار اهدار للمال العام المدرس مش عايز يعلم والطالب مش عايز يتعلم يبقى التعليم لابد انه يكون بالفلوس بعد الاعدادية إلغاء مجانية التعليم إلغاء مجانية التعليم إلغاء مجانية التعليم علمناك بتقرأ وتكتب كفاية عليك اللي عايز يتعلم يدفع حوريك تعليم عمرك ما شفته المدرسين بتهرب من المدرسة والطلبة بتهرب من المدرسة المدرسة فاضية أبنية 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 خاوية بتكلف الوزارة كم؟ شاف المدرس؟ المدرسة هو خالع بيخلع والمدرسة هو تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر يبقى لعب مش فين؟ يبقى لعب مش في النظام يبقى لعب مش في النظام تحيا مصر يعيب في شعب جاهل يبقى لعب في شعب جاهل يعيب في شعب جاهل يصرف ميزانية التعليم على الأرض فنحن نوفر ميزانية التعليم بعد الإعدادية مفيش تعليم مجاني اللي عايز يتعلم لازم يدفع لانك لما هتدفع هتتعلم هتدفع هتتعلم هتدفع هوريك لعجلك ما شفت يبقى ايه يفيد التعليم في وطن ضايع اهدار للمال العام اهدار لمال الدولة اهدار لمال الدولة عن طريق عديم المسئولية الجهل يبقى لا ما تخليش الجهل يتحكم في قرارك انت تتخذ القرار انما المثقف المتعلم الواعي هيتعلم لما يحب يتعلم يعني لما يدفع ان ابو بلاش ابو بلاش مش هيفيدك بحاجة ابو بلاش ابو بلاش هيخصر